والله كان جينا لمسألة الحقية انا بنظر لبتاع الحلة ده الكل لهم جو باللواري وجو الجبل اللواري ولا ولا جبل قطر يا الورا انا سيدة البلد دي انا هنا في المقرن ابن عن جد انا قدو بيتنا الف متر هنا في المقرن فاتع لبنك السودان بنك السودان بدي اعرفه تبلك ولي امثالي انا بقول لك بيت الوسر هنا في بنك السودان فاتع الحجم بعدها الف متر يا وسر يا بتاع الحلة اما يتجل انه انا ودى البلد يا ولد انا ودى البلد بقول لك انا ودى المقرن انت ما عارب نيه انا الجدود دي متمونين في البلد دي يعني يقومنا في البلد دي البلد دي العاصمة دي نحن اولادا وحافظنا وقددنا بيت بيت والله ساعدتك هنا انا ولا انا شايد جديرة ولا ما عاربك هنا انا انا من جديرة انت تلعب علي انا انا ودى الخرطوم قبل ان اكون دايا تلعبي انت يا سافري انت جاي من وين وبعد ذا جابل او هارطقة كتيرة وقعد منبس فينا قال ده عربي مقطع قال يعني شنين عربي مقطع انا عربي انا معلوف شنين يعني مقطع يعني مفلس معين دي حاجة اي مفلس معين دي حاجة طيب المشكلة وين ولا المشكلة وما لازمها كلنا مفلسين يعني المشكلة وانا قال انا ودى الخرطوم ما قال لا كنت سفري بتاع داعي انا ودى الخرطوم وобيف انت يا يقول قولو放 Marktرد alla غاليم انا انا نزلان انا نزل squat دول قولو انا انت تال عبر لا يسمى الاصلي انا هتبال اسملكم بالله وانت وهو القولب الاصلي والاطريق يتعبال انا نزل الاشلب انت موقعاء في حاجة الاجت scared انا ودى البقع قال واتا ودى شنو ما تعرف ودى عربي مقطع جاي من وين دا كله يا اخوانا من السخف ومن افعال الجاهلية دا من فعال الجاهلية في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امور الجاهلية لا يتركون هنا الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة دا من امور الجاهلية يا اخوانا انت جنسك كده وانا جنسي كده انت قبلتك كده وانا ودى الخرطوم يعني شنو الداخل والخرطوم داخل شنو شنو الخرطوم مكة هي مكة يا زول هنا اولاد مكة خشوا جهنم اولاد مكة خشوا جهنم ربنا قال تبت يدها بلهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلع نارا ذات لهب وامرأته مرات يديد تقالى من وين تقالى من اللاماب من مكة خير البقاع خير البقاع ها اولاد مكة لو كفر بخشوا جهنم في انت كلام ذاك واولاد اخر الارض لو امنوا بخش الجنة شان كده ربنا قال انا كرمكم عند الله اتقاكم شنو التودى البقعة وانا ودى الصقيعة وانا وادفناء فلان وادفنان ده كل لا يغني عنك من الله شيئا ما يغني عنك من الله شيئا فعلى اي حال اخوانا هذا الرجل استغل هذا الحدث ولكن الفضل من الله سبحانه وتعالى ونحن نشكر ربنا والله نشكر ربنا كثير ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا واسكت هذه السن لانه السن افترت الكذب واقول اخيرا في اخر كلامي لكل من تكلم بالباطل ولكل من اتهم الشيخ مزامل بما ليس فيه نقول له في يوم اسم يوم الحساب هنطلقى بعدين القالوا حرامي والقالوا شالموا على الناس والقالوا الدون شيكات طائرة والقالوا خلاص تاني تربسوا جوا ما بيمرك نحن نقول لهم نستغي يوم تبل السرائل بعدين هنعرف الحرامي منه ربنا قال سيعلمون غدا من الكذاب الاشر بيبنا عرفها بعدين وده موضوعنا مع ازول نحن موضوعنا معك انت كتجال موضوعنا معك موضوع الصحابة وبقية المواضيع صوفية موضوعنا معاكم التوحيد والسنة اخوان مسلمين غيرهم موضوع النغاش بتاعنا معاكم في اشياء معينة لكن انا حبيت ادي معلومات عن الموضوع ده شان كتير من اخواننا ما يكونوا دايشين ويعرف حقيقة الامر اكتفي بهذا القدر واقدم شيخ مزامل فليتقدم مجزيا مشكورا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا اشتركوا في القناة شكرا